الله بالخير عليكم دائماً تجيني أسئلة لما أكون باللايف أو يعني عادياً تجيني أسئلة يقولون فرح إذا ردنا الزواج من شخص معين طبعاً كل شيء بالحياة تقدرون تأخذوه إذا ما كان بيه مضرة لأحد يعني نيتكم مضرة أو هو أصلاً الشغلة بيها مضرة الشخص أو إذا تأخذوها من إيد أو حلق شخص ثاني أوكي؟ إذا أنت تجيني تزوجين شخص معين لازم هذول الشرطين يتطبقون أول شيء بعدين أساس قبل لأقولك شو تساوين كأدعية أساس استجابة الدعاء الاستقامة الاستقامة اللي هي ممنوع كدبي ورقة وقلب ممنوع غيبة ممنوع نميمة غيبة يعني الكلام على شخص الظهرة ممنوع نميمة ممنوع حكم على الناس حكم يعني مثلاً أنا إجاني أحد سوى شغلة معينة بداخلي قلت شغلة علي يعني الحكم هو داخلي بغض النظر شنو كان الحكم هو الحكم أحسن شيء يقولك فرح شلون أنا أتخلص من الحكم يعني أنا سيجاني شغلة معينة أرد أحكم على أحد معين بداخلي لا إرادية من الشيطان رأساً أدعي له لمن أقول ربي أغفر له ورحمه هذا الحكم يروح رأساً لأنه هو الحكم من الشيطان فلما أنت تبدلي بالدعاء يختفي طبعاً حاولوا تكونون أيضاً محسنين للناس خصوصاً الناس السيئة أكون محسنة ملازم أن يتعاملوا إيا الناس السيئة بس أكون محسنة إلهم نجي للعبادات هاي آني من منظوري شخصي ومن تجربتي شخصية بعد كل صلاة اقرأوا صورة ياسين هزا يقولون فرح مهوية صورة ياسين إذا ما تريدين بعد كل صلاة مرة واحدة أقرأيها باليوم بس الأفضل بعد كل صلاة بعدين ثانياً دعاء حزب البحر دعاء حزب البحر إقرأي موجودة ستقولون شلون نطلعها بالجوجل آني سمعتها من الدكتور مصطفى فهمي وجربتها وطبعاً هاي الأشياء ما تحتاج التجربة أنت إذا تعاملوا يا رب العالمين دعاء حزب البحر إقرأيه بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب أو تريدين بعد كل صلاة بس آني مثلاً قرأتها إنه بعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب بعدين قبل الفجر قومي أو قوم صلي ركعتين على النية المطلوبة اللي هي مثلاً بهاي الحالة دع أحتي الزواج من شخص معين على النية المطلوبة وأقرأ في هذه الركعتين صورة البقرة يعني أقسمها الحمد لله رب العالمين بدل قلو الله واحد أو بدل صورة ثانية اللي المفروض أقرأها صورة البقرة نصها بعدين الركعة الثانية الجزء الثاني ودعي وأسلم يعني مثلاً إذا بالخمسة إذا بالخمسة مثلاً صلاة الفجر أنت يقومي بالأربعة وأحط مثلاً استغفار أو الصلاة على النبي أو أحمد رب العالمين أو 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 عدد معين كل يوم ثابت أقدر أزيده بس ما أنا أحاول ما أنا أقص به بعدياً سمعوني هاي من ناحية الدينية إحنا قلنا من ناحية الدينية أنه أكو من ناحية أنه مثل ما قال دائماً أنا أبداً ما تروح هاي الشغلة من بالي سوى دكتور عدنان إبراهيم سوى دكتور أحمد أمارة حتى إبراهيم الفقي أتوقع قالها محمد راتب النابول سيد دكتور محمد راتب النابول كلهم معظم الدكاترة يقولون أنه التقوى هي التعاملات مع الناس فإحنا لما أقول لكم أنه كظم الغيظ والإحسان هاي كلها تعتبر من ضمن التعاملات مع الناس بعدين نجي للسعي أنت ما تقدرين تسعين لأنه الأفضل أنه أنت ما يصر عندك علاقة بي لأن الرب العالمين قال لا تقربوا الزنا ما قال لا تزنوا فأنتي ابعدي عنه كعلاقة هذا ما يعتبر من السعي لأنه أنت تدخل فيه الرب العالمين بي إلا إذا هو كان خاضبك مثلا كان طالبك من أهلك هذا شي ثاني ف ش تسوين من أنواع السعي ما تقدرين ش تسوين حتى أنه توصينا الشي لتريدي الرياضة تعتبرها من السعي العناية بالوجه تعتبرها من السعي الالتزام بالأكل أنت جتاتين بيوم مش تعتبرها من السعي مثلا حتى غسل المواعين تعتبرها من السعي هاي الأشياء بس رح أقولكم شغلة الأشياء هاي اللي تعتبرها من السعي شنو النقطة اللي إحنا مرات نضيع بيها إحنا نسويها يوم ونتركها مية يوم فإنتي لمن هذول تكتبيهم كتبيهم شنو هما الأشياء اللي تقدرين نسويهم اللي تعتبرهم من السعي لازم تسويهم كل يوم اللي هو يسمى self-discipline كل يوم أنا أعتمد على منهاج معين أسوي حتى أوصل لشي الأريدة طبعا من ضمن أشياء الرب العالمين اللي حطنا ياها من ضمن السعي هو التخيل إذا تريدين ورا كل صلاة إذا تريدين حتى مرة باليوم أي وقت أنت وقاعدة أنت دا سوين شغلة معينة تخيلي أنه هذا الشي اللي تريدي صار تخيلي أنه أنت مع هذا الشخص اللي تريدين تزوجي مثلا المسافرين رايحين جايين هذا الخيال يصنع المستقبل بإذن الله مثل ما قلت لكم إلا إذا كان هذا الخيال مؤذي أو بنية سيئة أو دا تاخنين شغلة من شخص آخر لا بس غير هذا رب العالمين يعني هذا مسخرنا هذا الخيال حتى يحقق كل أمنياتنا أكو هاية يجون يقولون إحنا سوينا كل هذا وما صار رجعي إلى تصرفات هذا كل أهم ما بي هي التقوى اللي قلنا شنو هي التقوى التعاملات فهذا كأنه الأساس ماتة التعاملات فإذا الأساس ماتة ما موجود ما تقدرين تبنين الأشياء الثانية ما تقدرين تبنين السعي قراءة القرآن كلها ما تفيد لأنه الأساس راح المفعل لهاي الأشياء راح يعني مثلا هسا الدكتور محمد راتي بن نابلسي أنطى مثل كل شي جهل وقال هسا أنتوا قدكم مطبخ وقدكم أرقة ما يكون ما يكون من الثلاجات ثلاجتين يخبلون وفريزر وحاطة بي شسمة فرن كهربائي وفرن يخبل ومايكرويف وكل أرقة ما يكون شنو فائدتهم هذول إذا المفعل مو موجود إذا الكهرباء مو موجودة طبعين عنهم ما يشتغلون ما يشتغلون نحط الأكل بالمايكرويف ويسدي الباب كأنك محاطة صح نفس الشيء هاي للناس اللي تقول أنا صليت ودعيت وزويت وصمت وقمت وماكو شيء لأنه المفعل المفعل اللي يفعل هاي الأشياء غير موجود وغير متواجد اللي هو منه اللي هو تعاملاتكم مع الناس تعاملاتكم للحكم الغيبة عرفنا فلهذا سبب مرات هواية مو مرات هواية دائما لما نريد أشياء ما تتحقق لأنه التعاملات معلتنا تكون سيئة ومرات الشيطان يخلنين أسباب مثلا أنا تعاملات سيئة لأنه هذا الشخص سيئ أنا سويت أطي أسباب امحوا الأسباب دائما إيش تحطوها تتخلونها منو قال يا الله شكت حلوة الكلمة قال أي جملة تحطوها بس تقولين بس هاي جملة تنلغي يعني هسا أنا أقول فلانا شكت حبابة بس بس شنو بس قلت بس يعني كأنو أنا دادم صح لو أقول انتي شكت حبابة بس بس حطيت كلمة بس هاي حتى بالدعاء بالمناسبة بس تحطوهم كلمة بس تنلغي للي قبلها فحاولوا أبدا لا تستخدمون البس عرفنا إن شاء الله تستفادون وإن شاء الله تكونوا استفدتوا بإذن كريم أحبكم كل شهواية و دائما إن شاء الله على لقاء وتواصل شكرا لكم و فيما يلا